بموازات الأدوية المزيفة المنتشرة في سوق الدواء بلبنان مستحضر ملوث جديد لدواء خاص بعلاج مرضى السرطان حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان من خطورته على صحة مرضى السرطان في لبنان تحذيرات قبلها خوف من المؤسسات الصحية اللبنانية نحن عنا 455 دواء السرطان مسجل بلبنان وصرنا سنين عم نلجأ للطرق الغير شرعية لحتى نقدر نحصل على علاجاتنا وعننا كثير صار عنا بين إيدينا عشرات أنواع أدوية السرطان هي عم تصل عنا مزورة وزارة الصحة التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بالمستحضر الملوث تقول إن الدواء دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية كما أصدرت قرارا بسحبه ومنع تدوله يجب استعمال الدواء اللي واصل على لبنان بالطرق القانونية والشرعية لأنه نحن منعرف أنه يعني الدواء هيدا يجب أن يحفظ بطريقة معينة ويتأمن فيه شروط سلامة معينة وشددنا على المستشفية هيدا الموضوع فنحن أصدرنا من وزارة الصحة طلب أنه أي حدا عنده أي من هالعبوات هيدا هيدا تسحب ونبلغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومع لجوء اللبنانيين إلى مصادر غير قانونية وغير مرخصة لشراء الدواء سواء في لبنان أو خارجه ناشدت نقابة الصيادلة السلطات اللبنانية بالعمل لمنع وصول الدواء المزيف والمهرب إلى لبنان لأتوا دواء للكانسر لللكيميا يعطى للأطفال ومحتوي على بسودومونس أيروجينوزا هذه البكتيريا القاتلة لإذا تناول شخص عنده كامل المناعة يمكن تسبب وفاته لحديث الواحدة وستين بالمية كيف نحن عم نحكي عن أطفال وأطفال مصابين بمرضى السرطان نحو مائة ألف مريض بالسرطان في لبنان يعانون في الحصول على علاج بعد رفع الدعم الحكومي سواء جزئيا أو كليا عن بعض أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة واقع صحي دفع بهؤلاء إلى البحث عن بدائل قد تكون أرخص حتى ولو على حساب صحتهم يطالب الأطباء كما الصيادلة بالإسراع في تأسيس المختبر المركزي للتحقق من جودة الدواء صادري بموجب قانون برلماني يقضي أيضا بتأسيس الوكالة الوطنية للدواء حتى اليوم لا المركز أنشئ ولا الوكالة الوطنية للدواء أبصرة النور وحده المواطن يقع فريسة الدواء المخشوش والمزور وحتى الملوث من أمام وزارة الصحة جين عفيش الحراء بيروت